كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلاً واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفير بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئاً من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولاً تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عماه هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبياً يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكراً لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبداً اذهب يا سامر وأصبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلاً أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولاً في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصاً في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس لو كان أيوب فقيراً لعرفتم معدنه الحقيقي وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحقل حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ همممم معك حق إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول أنقاذ ماله يا لها من كانثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرض يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارق ابتسامة الرضا ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه لتواسيه وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة آه كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريضوا بوباء عجيب ششش اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال آله من جبل صامت عما تتحدث يا حران عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد وعيوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن السبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يصق وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد؟ يا له من مرض شديد أهام أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأسرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعارجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابه ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بات كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفت عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ضفائرها الذهبية نعم كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم آتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عملين؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي ظفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظاهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب سمعت اليوم ما آلمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفاني الله لأجلدنك مئة جلدة أهاز جزائي يا أيوب تجلدني مئة جلدة؟ لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة لماذا جئت متأخرة؟ عفوا تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي خصي ظفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ظفيرة من الشعري؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء وخذي بعضا من اللحم أيضا هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا سق يا سيدي أنا لم أفعل ما يغضبك مني ولا أتساءل الطعام أبدا بل دائما أعطي أكثر مما أخذ كل وأنت مطمئن نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرة جديدة؟ وقد ثبتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معا أتقصدين؟ بالضبط تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسنا فكري في الأمر الطعام موجود هنا في أي وقت موافقة أخذ ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة الطعام أجدى وأهم إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام فالجو شديد البرودة كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام؟ قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها إنني إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك لم يكن أمامي خيار آخر إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة؟ خشيت أن ترفد بيعي لشعري وما كنت أحتمل أن أراك جائعا أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف الرياح شديدة اليوم أخشى أن تفسد شعري شعرك تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم اشتريتي الضفيرة الثانية انظري بنفسك الضفيرتان انتظري يا فتاة لا تذهبي بعيدا أين أنت؟ أين ذهب الضفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافا عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة أيها الرجل الطيب ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض فيه شبه منك ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكسر منها يا نبي الله ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الزهب ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة إذا ما شفاك الله قال لها النبي أيوب إن الله أرحم بنا من أنفسنا أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم أخبرتني أمي رحمة بذلك خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبي كعادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب فموعد الصلاة قد حان ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب عشر جل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شيبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرة ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجبي كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون ولان هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوج منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده واربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سوادا يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى سلمة ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل عز الله إنها داركم لن أطيل عليك يا صنعان لقد لقد جئت خاطبا خاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر ماذا ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع أنا أنا معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وسغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لا ما أقول شيئا هعتذر لمن لخدمنا لمن يشحدون من الطعام إننا فقراء يا ولدي وأنتم أصحاب فضل علينا استغفر الله استغفر الله يا أخي دعني أكمل يا سيد حمدون لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ماذا تفعل يا جواد؟ أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا إنني راض عنك يا جواد ولكنني غير راض عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيدا يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعا يدا واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكرا لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان منذ متى؟ منذ ما توشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عننا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم اتركاني في حزني وألمي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون انظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم نوم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحوا أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إنا بلوناهم كما بلوناها أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء ينطلق أي الحصان الكسول كانت وصيتك يا أبي أن لا نفترق فماذا أفعل الآن؟ آه متى نبدأ في جمع المحصول؟ غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء وشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيودهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألا نغطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ يغلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك أن لا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم الله مغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقر هيا إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب المفئرة وأنا أكثر منك شوقا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هيا هين ذهب الجناتنا هل ضللنا الطريقة إليها؟ كلا لم نضل الطريق بل حرمنا من الخير آه مات كل شيء هلك كل شيء أصبحت الجنة كالصريم صارت خرابا الويل الويل لنا ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث؟ كيف تموت الحيوانات والطير كلها في نفس الليلة؟ وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها ألم أقل لكم لو لا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير لقد ضعنا بسببك أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت رفضت أن تعطي المساكين كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك بل أنا بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة أحذرك يا صخر أن تتمادى أرني ماذا ستفعل يا أسد؟ حرام عليكما ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخصئ إن الجدال قادنا إلى الخصام وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة إن أحدنا قد فكر في الجريمة ولكننا جميعا اشتركنا فيها أنت في الحقيقة لم تشاركنا بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان كان تغياننا هو السبب لنعترف بذلك إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة والثانية؟ كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين واغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أرجوك أن تسرع فنحن نتدور جوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام أل تظننا دواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا أسد انتظر اترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى ملابسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن وما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله واسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاشتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شيبون أرجو أن تأكل من هذا اللحم لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضلي يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطر سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاءه وتلك نعمته اللهم أعننا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنموا الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضروا لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عن الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضاعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظلة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشا ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنه لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينا أريقوا الخمر وأرقصوا وغنوا مولاي الملك تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه؟ كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير؟ تعلم أذنب؟ إنه يستحق العذاب يا ابنتي برك لكم يا عبيد المخلصين إسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظلة؟ نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهيرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أحيى إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيا إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قوم يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آليةهم؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظرة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريق إليه إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة؟ كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفوان عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفة هيا يا شيلين أسرعي هيا قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تمكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زهزعة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا؟ سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حنظلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودعا النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجي لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي ما هذه الرعو العاصمة النجدة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أبي سينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوهرقوا يا رجالي اصنعوا حولي سياجا أو أحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافة أوه إن جسدي يذوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبون الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنهم تحانوا الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قرب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ ها ها وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعم هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تخذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري؟ عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ مع معذرة لا لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أم تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباك في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خذوا 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 واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسمي ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنم بهول العقاب لما أقدم أبدا عرازم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين